إنو كانت كنت إنتي موجود تختار تونسي أو الحاجة ولا إلا أجنبي وإلا إذا كانت تونسي هل أنو سامي السعيدي هو الأنسب؟ والله شوف أنا أنا واحد من الناس تخنى في برشة تفاصيل إسلام مضابي ما أخوذش فيها أما أنا حبيت نخو مدرب تونسي ما لي كنت في الجامعة على حكيته تلي غادر ألان بورت في 2013 تفكروا أخذين منتخب الفتيات وغادر بصفة منتخب فرنسا فتيات وغادر بصفة مفاشلة حبينا وقتها جبتها فنديتش وقت؟ خطر ملقيني شي معنتها المدرب حنا حبينا وقتها ثابت محفوظ ما أحد داخل ما عادش أنا محمد علي صغير ما أحد داخل شنو أصار؟ أصار كونه في الظرف هذيك بالذيت كانت عنا ثابت أولاً ساعة ما عبرش على استعداد بصفة واضحة لي هو بيحبي يخذ المنتخب كانت عنا بطولة البحر الأبيض المتوسط بعد شهر ولا قديش مدرب الأواسط محمد علي صغير وقته يدرب في الأواسط وعنده بطولة عالم في نفس الفترة ما كناش نجموا معدها إنشيبوه فبالتالي اتجهنا إلى أفنديتش لأنه معاناة المدرب لدى الأجنبي يراه وعنده المزايم تياه كين خاطئ الاختيار وقته؟ لا يعني ما نقولش خاطئ لا ما نقولش خاطئ لا خاصة إنه تم تهديم السياس اللي كنت تحكي عليها اللي عملوا ألم بورت الكل تم تهديمه في منديال 2015 تهديمه صار لحقيقة بعد خروجي أنا من بطولة العالم أنا أعطي لي تفاهمت مع أفنديتش أنا تفوضت مع يعني تفاهمنا باش نكملوا في نفس السياسة باش نبنيوا المنتخب باش نبنيوا على المنتخب ذاك ديار الدليل كون مشينا تفكروا لعبنا زوز مقابلات ألمانيا علمانيا في القبا القبا والحمامات من أعلى مستوية لعبنا قبلها دورة دولية في الحمامات مع منتخبات زادة مهمين لروسيا ومعنش يكوني اخر كانت دورة في مستوى عالي بطولة فريقية لعبناها بالمنتخب الشيب بنفس المجموعة اللي لعبة بطولة العالم ألفين وثلتاش في إسبانيا ثم بعد تم التراجع بعد ما غادرت أنا ممكن صار التراجع على بعض الخيارات ولكن نعتبرش أنا هو أفنديتش أو غير مدرب معروف في المستوى الدولي أنا معنا المدرسة التونسية أو معني شي معناتها ضد ولكن يجب أن ندعم المدرب التونسي في الخيارات متاعه يعني اليوم مدرب كي يبدأ عنده سيط عالم يعني كتشوف المنتخب المثال المصري مدرب كبير مدرب المنتخب المصري السبار هذا اللي قبله يعني يخليك تحتك أكثر بالمستوى الدولي شبكة العلاقات اللي عند المدربين الكبار لاسامي المعروفة يعني تخليك يعني تنافس على المستوى الدولي بسهولة تمشي الدورات يصدعوك الدورات عنده مكانتها لحقيقات يسهل ساعات يساهم في بروز ملاعبية ولا خروجهم للخارج راه وشوف أحنا عليش بعدنا على المستوى العالمي لأنه معاش عنها ملاعبية اليوم تخرج لبرة معاش منحتكوا بالمستوى الدولي كي ما كنا نحتكوا قبل هذي كل خلينا نتراجع اليوم ما مهم ياسر بش يكون عندك خمسة ستة ملاعبية نوات المنتخب تلع في مستوى أوروبي مرتفع هو سي كريم حبيت نحكي وكفر على البطولة هذي في الجزء الأول متاعنا وبعد نرجع شوي للتاريخ حبيت نحكيو على البطولة هذي البطولة هذي هاني قتلك منتخبنا اليوم فيها ناصر بيه أنا كنت أولا ساعة عن نتيجة أنا معانتها كنت يلزم كان عن الزيم كونها نترشحوا للدور الثاني اليوم تقول لي مجموعة صعيبة مجموعة كذا مجموعة متقاربة ماشي مستوى معانتها عالية وعالية جدا بولونيا مستوى ثاني في أوروبا لبريزيل يعتبر مستوى ثاني منتخب صعد ونقص برشم لعبية على ما جاوش حتى المدرب ما جايش للبطولة هو صعيبة بالمقاربة مع مجموعة الأخرين ايه يعني جيت احنا بالزهر بتاع جاي المستوى متقاربة حقنا ترشحنا عليش حقنا ترشحنا مش اللون في الملعبية ولا في المدرب الترشح مهم لأنه معانتها كارثة بالناس بالينا كوننا نترشحوا كوننا نكونوا في المراتبة بين 26 و 30 كارثة الكورتلة التونسية على خطر معانتها أولا عمرنا موصلنا لترتيب هذي صمعة كورتلة التونسية تتمس دونك انتجة مو كانت مهمة ولكن كي تشوف المقابلات فيما عناصر وعدة لحقيقة فمام لعبية باهينة انا اتفاجئت برشا بالمستوى بتاع امين درمول لحقيقة تأقلم مع المستوى العالمي وره كونه نجم يلعب مرتاح وقاليز في المستوى العالمي الوليد الحربية ويزيدة معانتها حارس ما نضخموش برشا فيسا صويرته إذا هالي عاقين هذالي أكثر من حقه برشا خاطر نسبة تصديق تتاعه ما يش كبيرها برشا معانا بانتروا برسون ذهال لي ما تنجمش تحكم على كيك يزم تشوف الدفاع ويزم تشوف كده بيش تحكم على مرضو حارس ولكن عنده بوتنسيال عنده غرام يحب يلعب في المنتخب وهذي حارس تاع مستقبل معتا احنا ما كنيش نعرفوه والجامعة مشكورة اللي خمت فيه وخممنا فيه وهو عبر يظهر لي على استعداد وبيش يجي للمنتخب نبنيه على هذي في النقطة نتعي كليم اي اي بحكية المجموعة صعبة ومستصعبة طوالما منتخبات اهنت معتا مايش مايش اقول منتخب التونسي كما دول قوي وإلا معرف منتخبات الجزائر والأحمر وش أفضل منتخب التونسي لهنا خاصة نوين تقال القرعجاتنا صعبة شوية وكتشوف خاصة النتيج دي ما انا بوان دو بوان شوف بطولة العالم اسلام يقعد استاتيستيك ويقعد الترتيب نهائي ويقعد هاو شفمة في المجموعة هذي هاو القرع القرع داخل في اللعبة نظام بطولة العالم داخل في اللعبة كنا نعرف وحذاية وكنا نعرف كل شي الترتيب في الأخر عطاء تونس تلعب في المجموعة الأخير في المستوي الرابع وهذا موسيقل كتلة التونسي وموسيقل الإطارات الفنية ومدربين وكذا معانيتها احنا تعرف كتلة التونسي تصدر في إطارات للخارج في مدربين لعديد البلدان اليوم معانيتها حتى قيمتهم تتراجع ويعطي يجيب مدرب من بلاد ترتيب السبع وعشرين ولا ثمانية وعشرين في العالم مش معقول فهمني الهنية مشكلة للترتيب عليش الترشح مهم وحكاية التشبيب في المنتخب بيزن ننسبوها ما كان للوحد يلزم يكون دا حقيقة مضمون ليش ورام تعسيمي السعيدي في البطولة هذي تقاليوم برشا كلام برشا نقاط برشا ملاعبية موثرة أفراد الجرال السيوية بغيابهم أو بحضورهم شنو رايك أنت في ليش ورام تعسيمي في البطولة هذي وفهو المدرب معتها ديما كي ياخو مدرب جديد منتخب يحكي مع الملاعبية ويفسر فلسفته ويفسر معناتها اللي أثار للجدل هو موضوع البغانمي ذول يدع عدم دعوت وسيمة البغانمي وسيمة البغانمي الحقيقة أنا كنت نحبث كونه سيمة يستدعاه للتربوسات الولانين نعم نجموش اليوم نشكو في القيمة الفنية بتاع وسيمة البغانمي أنا طول عمري كنت نقول واحد من ثلاثة أو أربعة أفضل أجنحة في العالم وما زلت عند هذه القناعة وأنا في 2013 نتفكر معنتها من الناس اللي كنت معنتها حثيتوا وقنعتوا باش يمشي يلعب في أوروبا هو ماروينشفير مشي لترامبلي كانت نتفكر في 2013 ومن ترامبلي كانت مرحلة انتقالية بعدها ممكن يمشي يلعب في البطولة الألمانية ولا في اسبانيا أنه عنده كل الإمكانيات يلعب في أفضل فريق في العالم البوغاني اليوم ما كنت نحابة تكون وسيمة عايتله للتاربوسات رأيلي وسيمة ما تخلش بالكل في حق التاربوسات ماذا بيا حبيت له كان يحكي معه يفسر له الفلسفة متاع اللعب الفلسفة متاع الانضيبات يفسر له الزايد لعند وسيمة وعنده شوية زايد تتفكر منو عنده شوية زايد وسيمة تبيعته وذيك كذي التصريحات يختوي ويصيب برشة نجوم نشوفه يغلطه في التصريحات فهمني موزوربا ممكن لابورتي بتاع بعض التصريحات ولكن مش تبلغ الى حد اللي نحيجم اللي بنيوا عليها موقف نهائي فهمت معنات انا حبيت وكان جيت في بلاس سيموراد المسهري راني معناتها تحدثت مع سيميم وكما راني عطيت وراي ونخلو راه معناتها اسمعو فسرلو توجهك فلسفتك في التدريب رؤيتك مسألة الانذيبات مسألة الزيت خارج الميدان راني نحاسب عليه راني ما نسمحش بتصريحات معناتك يتبدأ هايز الدرب وتلعب مريول تونس راك معاتش ملك ناديم تاعك بركة راك ملك كل الانديا وملك هذا الكل كان ممكن يخلينا نجاوزو الاشكال هايز موش معناها لو كان جاي البوغان ميزا دراو كنا بش نترشحو مياه في المياه خاصة ان التوم يعمل بطولة مختلف ولكن نحكي عالفلسفة العام موضوع زاد الحكاية الانذيبات وذي بش نرجعولها